السلام عليكم طلاب الصفحة الثالث اليوم راح نبلش بقواعد الوحدة الخامسة مواضيع جدا مهمة انجليزة الثالث توسط future simple tense future simple tense زمن المستقبل البسيط زمن المستقبل البسيط بدنا هنا استخدام زمن المستقبل مع الفعل والفعل والمعنات وسوف استخدام زمن المستقبل البسيط مع الفعل المساعد والسوف نستخدم الفعل وال عند التخطيط لعمل شيء معين في المستقبل يعني هذا الزمن نستخدمه عند التخطيط لعمل شيء معين في المستقبل تخطط لعمل شيء معين في المستقبل أهم نقطة بهذا الزمن أول شي تعرف الدلائل الدالة على هذا الزمن مهم معرفة الدلائل الدالة هناك كلمات دالة على هذا الزمن دلائل هذا الزمن كلمات مهمة تدللنا على هذا الزمن tomorrow غدا soon قريبا next تالي أو القادم later لاحقا in the future في المستقبل tomorrow soon next later in the future إذا جتنا أحد هذه الكلمات بالجملة تعرف بأن هذا زمن مستقبل إضافة إلى أن الزمن هذا يعني واضح من خلال الفعل will من خلال الفعل ول بس يشوف will بالجملة تعرف بأنه زمن مستقبل عدنا حالة إثبات الجملة المثبتة affirmative وعدنا الجملة المنفية negative وعدنا الجملة الاستفامية question affirmative مثبت negative نفي question استفام نبدي بحالة الإثبات تتكون الجملة المثبتة أول شي من subject الفاعل subject الفاعل شون الفاعل؟ فاعل ربما يكون على شكل غمير he she it i we you they وربما يكون على شكل اسم اسم مفرد أو اسم جمع فالفاعل يكون بالبداية بعد الفاعل الفعل well فعل well شوف هناش يجيني بعد well وربما يجيب لك بالامتحان اختار الفعل الصحيح فعل مجرد الفعل المجرد يعني فعل من العمود الأول لإفعال خالي من أي إضافة خالي من أضافة s e s d e d i n g فعل مجرد خالي من أضافة s e s d e d i n g وعدنا تكملة مهم ترتيبة جملة المثبتة لازم تعرف ترتيبة جملة المثبتة ربما يجيب لك اختار الفعل الصحيح وربما يجيب لك ادخل well بالجملة شوف موقع well when الفاعل أول كلمة بالجملة أول شي he she it i we you they اسم مفرد اسم جمع subject الفاعل verb الفعل will فعل مجرد فعل مجرد بعد will تكملة شوف هاي جملة they will write the story next week سوف يكتبون القصة الأسبوع الماضي يتخطط لعمل شي معين في زمن المستقبل شوف هنا they فاعل will فعل مساعد write فعل مجرد why تكملت الجملة the story next week طريقة السؤال عن حالة الإثبات عندنا عدة طرق أول طريقة يقول لك ادخل will بالجملة شوف موقع will الفاعل أول شي بداية الجملة will بعد الفاعل i فعل داخل قوسيا مجرد travel to london tomorrow useful useful ادخل will بالجملة سهل الجواب الفاعل أول كلمة بالبداية ادخل will بعد الفاعل تنزل الفاعل i تدخل will بالجملة بعد الفاعل i will تنزل الفعل travel والتكملة كما هي يعني من الفعل يعني ما راح نسوي شي صعب فقط ندخل will بعد اول كلمة بعد الفاعل i will والباقي الكلمات كما هي i travel to london tomorrow الجواب يعني يقول use will يعني يدخل will بالجملة i will travel to london tomorrow شوف هذا الجملة اختار الفعل الصحيح نحن عدنا قلنا بعد will يجينا فعل مجرد بعد will يجينا فعل مجرد never will go going to go to school by car اختار go low going low to go اول شي نجي على الفعل going ها ضيف lo ing مو مجرد انا لازم يجيني فعل مجرد going غلط to go صحيح هل go مجرد بس مخلي قبل الفعل to to go انا لازم فقط فعل مجرد ما to going غلط to go غلط جواب الصحيح go فعل مجرد خالي من اي اضافة من العمود الاول لفعل علي will buy a new car شوف عندي الفعل will من اشوف بتجملة فعل will جايب لهين اختيارات الكلمة الدالة على هذا الزمن منتشوف will تعرف بانه زمن مستقبل يعني راح تختار الكلمة الدالة على زمن المستقبل علي will buy a new car next last now year اني عندي بتجملة will بمعنى هذه الجملة في زمن المستقبل اجي اختار الكلمة الدالة على هذا الزمن نيجي last من دلائل الماض البسيط now من دلائل المضارع المستمر now من دلائل المضارع المستمر اذا الجواب الصحيح next تالي او القادم next من دلائل المستقبل هو الجواب الصحيح ننتقل الى حالة النفي النفي سهل جدا مجرد نخلي note بعد الفعل will فقط نضع note بعد الفعل will فتصبح الجملة منفية تصبح الجملة منفية negative النفي فقط نضع note بعد الفعل will تصير will note اذا نريد نكتبه بشكل مختصر want فترتيبة جملة المنفية هو نفس ترتيبة المثبتة نفس ترتيبة المثبتة بس راح يكون عندنا بعد will note بعد will note فالنفي سهل فقط نضع note بعد will هاي ترتيبة جملة المنفية فعل will note فعل مجرد تكملة فعل will note فعل مجرد تكملة she will drink coffee tomorrow negative سوى الجملة نفي negative منيكتب لك negative يعني سوى الجملة نفي انتو راح تنقل الجملة كما هي مجرد تخلي بعد الفعل will note بعد الفعل will note she تنزل الفعل will ينزل بعد will note فعل drink drink ينزل coffee tomorrow فمجرد خلينا بعد will note she will drink coffee tomorrow she will note drink coffee tomorrow شوف هاي طريقة طريقة هي عندي داخل قوسيا note شارح فعل مجرد note slash فعل مجرد داخل قوسيا note وفعل مجرد هذي مو مو بمعنى تختار note لول فعل لا يقصد بان هذا الجملة منفية يقصد بان هذا الجملة منفية وكاتب لك use will يعني ادخل will على الجملة ادخل will على الجملة احنا عدنا موقع will شوف الفاعل بعد will الفاعل ببداية الجملة نخلي will بعد الفاعل يعني راح تكون will قبل note write the story next week use will استخدم will النزل الفاعل هي خلى الفاعل will بعد الفاعل نجيب note بعد will الان بنى في نضع note بعد will الفعل write والتكمل الاخير كما هي the story next week يعني هذي الجملة فقط خلينا بعد الفاعل بعد هي will نجي على الجملة الاستفهامية جملة الاستفهامية يعني سوى الجملة بصيغة سؤال تسأل سؤال راح يجيب لك جملة مثبتة بادية فاعل هي او شي او ات اي وي يو ذي وبعد الفاعل فعل will او ربما يجيب لك فاعل اسم مفرد او اسم جمع احنا مجرد نقدم الفعل على الفاعل جملة بادية فاعل وبعد الفاعل فعل will راح ورجع الفاعل بمكان الفعل will مثل she will صير will she they will will they he will will she he will will he فراح يتقدم الفعل على الفاعل we will will we he will will he she will will she they will will they مثل علي will علي تقدم الفعل الفاعل شوف هاي الجملة he will go to school tomorrow he will go to school tomorrow هاي جملة استفامية نشيل الفعل والله بمكان الفاعل اللي هو ببداية الجملة ويرجع الفاعل بمكان الفعل he will راح اصير will she وتنقل الجملة اللي الاخير باقي الجملة go to school tomorrow بالاخير تخلي علامة الاستفام فهي ترتيبة جملة الاستفامية will فاعل فعل مجرد تكملة علامة استفام will فاعل فعل مجرد تكملة علامة استفام they will cook the dinner together they will cook the dinner together question يعني سوى جملة استفامية ask a question من يكتب لك a question ask a question make a question يعني سوى جملة استفامية بصيغة سؤال انا قدم الفعل الفاعل نخلي will بمكان they والرجع they بمكان will يعني اول كلمة وثاني كلمة راح نحكس كلمة مكان كلمة will they cook the dinner together يعني فقط الفعل والفعل نحكس كلمة مكان كلمة وننقل الجملة للاخير وبالاخير علامة استفام هذا فيما يخص زمن المستقبل البسيط مع الفعل will والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته